موسيقى نرحب بكم مشاهدينا وننتقل الآن مباشرة إلى هذه الكلمة للقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنائي في جمع مع الرعيل الأول وناشط دفاع المقدس والمقاومة في حسينية الإمام الخميني في طهران طبعاً قدمها الإخوة والأخوات بعض المواضيع الهامة بعضها تتعلق بي الذكريات المتعلقة بالحرب والدفاع المقدس والتي ينبغي متابعتها وبعض النقاط المتعلقة بأجهزة الحكومة والتي ينبغي على الأخوان في مكتبنا متابعتها وينبغي التنسيق حسب ما تقتضي الأمور وأن يجري تحقيق ما هو مفيد ويصب في المصلحة بالنسبة لي خدماء المحاربين في أسبوع الدفاع المقدس أن يتم الاهتمام بهم وتسليط الضوء عليهم فذلك بسبب أهمية هذه الخبرة وأن يكون المرء سابقاً في هذه الأحداث المهمة سابق إلى مغفرة من ربكم أن يكون الإنسان صباقاً وأن يخطو الخطوات الأولى في المسار الذي لم يسلكه أحد من قبله يعتبر قيمة وأن أسبوع الدفاع المقدس هو أسبوع لكل المجاهدين والمقاتلين والشهداء وعوائلهم وأسرهم بيد أن السباقين والذين دخلوا إلى الميدان بشكل أسرع وبجدية أكبر لديهم أجر مضاعف أن تكون سباقاً سواء كنت قائداً سواء كنت طبيباً سواء كنت من عمال الإغاثة والإسعاف سواء كنت تعمل في مجال الجهاد أو حتى كنت تعمل في مجال الدعم مثلاً كل هذه المجالات ينبغي أن نثني عليها ونقدرها ونحترمها كل هذه المجالات أيضاً شهدناها في المراحل الأولى من حرب الدفاع المقدس وأيضاً شهدنا الدور الذي أدته الموضوع الذي أود أن أعرضه اليوم فيما يتعلق بالدفاع المقدس وأيضاً للمخاطبين يتفرع إلى موضوعين أساسيين وطبعاً هناك موضوع ثالث لا أستطيع اليوم ولا وقت لدينا طبعاً لكي نتحدث عنه الموضوعين الأساسيين أو الموضوعنا الأساسيين بداية هما لماذا حصلت حرب الثماني سنوات جيل الشباب الذي لم يلحق ولم يكن موجوداً في فترة الحرب وفترة الجهاد ينبغي أن يعلم لماذا دخلت الجمهورية الإسلامية في معركة طالت لثمان سنوات وطبعاً ثمان سنوات ليست بالوقت القصير إن كل مقدرات وأركان الدولة قد سخرت من أجل الدفاع عن الدولة إذن ما كان سبب دخولنا في هذه الحرب ينبغي أن نوضح هذا الأمر واليوم سوف أقوم بعرض موجز لتوضيح هذا الأمر الموضوع الثاني الذي ينبغي أن نهتم به وخاصة بالنسبة لمخاطبين اليوم هو التقارير المتعلقة بالحرب اليوم سوف أقوم بالحديث قليلاً عن موضوع الإبلاغ والتقرير طبعاً أنا أتحدث اليوم هنا وأنتم أيها الأعزاء تسمعونني من هذا المكان وهناك الكثير من الأعزاء من أماكن أخرى نتحدث عن ندر كبير منه المخاطبين والجماهير لكن لستم فقط أنتم المخاطبون المخاطبون هم الشباب وجيل المستقبل وأبناءكم الذين ينبغي أن يفكروا ويتعمقوا في هذه الأحداث ويأخذوا منها الدروس وألعب إذن هذان هما الموضوع الذين سوف أتطرق إليهما وموضوع ثالث أيضاً كما ذكرت من المواضيع المهمة ولا وقت لدينا اليوم كي نتطرق ونقض فيه وهو يتعلق بالنتائج التي ترتبت على هذا الدفاع المقدس ولحسن الحظ الأخوة الذين تحدثوا اليوم أشاروا إلى جوانب من هذا الموضوع والآن نعود إلى الموضوع الأول وهو لماذا بدأت هذه الحلقة أقول بداية إن الرغبة بالهجوم على أراضي إيران وحدود إيران الثورية لم تكن محصورة بصدام وحزب البعث ربما يمكن أن نقول أن القيمين على النظام العالمي في تلك الفترة كان لديهم رغبة بالهجوم على إيران أعلى مما كان لدى صدام أو على الأقل بقدر ما كان لدى صدام الرغبة في الهجوم على الحدود الإيرانية في ذلك الوقت كان هناك قوتان تحكمان العالم وأقوى دولتين في العالم كانت أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقا وكان هناك عدد من الدول والأنظمة السياسية التابعة لكل من هذين الطرفين تقريبا كلا الطرفان أو كل هذه الدول كانت ترغب في أن تهجم على إيران بيد أن إيران وإيران الإسلامية وجمهورية إيران الإسلامية كانت بالنسبة لهم دولة وعاملا لا يمكن أن يحتملوا ولماذا لم يستطيعوا أن يتحملوا إيران فنحن في ذلك الوقت لم نقوم بأي عمل ضد أي طرف اليوم مثلا يقولون لنا أنتم تقومون بإرسال الصواريخ أو المسيارات إلى عدد من الدول وإلى الأطراف تلك لكن في ذلك الوقت لم يكن هذا الأمر يحصر السبب خلف هذا الهجوم أو حرب الثماني سنوات هو الثورة الثورة الشعبية غير المسبوقة التي حصلت في نقطة حساسة في العالم واستطاعت أن تقدم فكرا جديدا للعالم وأن النظام الذي كان سائدا في ذلك الوقت النظام العالمي لم يكن يستطيعوا أن يتحمل طرحة مثل هذه الرؤى والأفكار الجديدة في ذلك الوقت كان العالم هو عالم الهيمنة وما زال هو الحال اليوم بيد أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك أي نداء أو صيحة أو موقف صريح وواضح ضد ذلك النظام القائم الباطل الذي يهدم الفضائل إذن كان النظام السائد في العالم هو نظام الهيمنة ماذا نعني بكلمة الهيمنة؟ أن نقوم بتقسيم العالم إلى قسمين فيكون قسم سلطوي ومهيمن وقسم آخر هو القسم الذي يخضع للهيمنة الجمهورية الإسلامية والنظام الإسلامي والثورة الإسلامية كانت تشكل صرخة واضحة ضد هذا النظام لماذا ينبغي أن يكون هناك هيمنة؟ ولماذا دولة لديها الكثير من المعدات العسكرية يكون لديها الحق مثلا بفرض رأيها وثقافتها وإرادتها على عدد من الدول لماذا يكون هذا هو الوضع القائم؟ إن الجمهورية الإسلامية قدمت خطابا جديدا ضد هذا النظم والنظام الباطل ولم يكن يستطيعوا الذين يقودون الهيمنة في العالم أن يتحملوا هذا الكلام وكانوا يعلمونه أن هذا الفكر هو فكر قابل لي أن يتوسع في العالم وينتشر في العالم وهذا ما حصل فاستطاع هذا التفكير أن يجد مكانه بين دول العالم وسوف أتطرق إلى بعض التفاصيل الدقيقة في هذا الموضوع إذن أمريكا أو دول النيتو أو الاتحاد السوفيتي أو دول وارسو الذين كانوا يطبعون للاتحاد السوفيتي كلهم كانوا ينتظرون فرصة لينتهزوها وصدام وفر لهم هذه الفرصة فكان شخصا طمعا وقحا يسعى نحو السلطة والهيمنة وقحا ظالما وكان قريبا من إيران على الحدود مع إيران وبعد ذلك هجم على دولتنا اليوم البعض يالومون الجمهورية الإسلامية وحتى من داخل إيران يقولون أن الجمهورية الإسلامية على خلاف مع دول العالم لكن هذا ليس صحيحا إذا كان الهدف هو أن يكون لدينا أنه ليس لدينا طبعا أي تعاطن وأي تفاعل مع الدول العالم فالسبب واضح اليوم نحن نعمل مع دول وتكتلات تحتوي على أكثر من نصف سكان العالم ولدينا الكثير من التعامل والتشار معهم لكن نشهد كيف أن هناك كثيرا من الأصوات تقول أننا على خلاف مع الجميع هذا ليس صحيحا طبعا أما إذا كان الهدف من هذا الكلام هو أننا نعارض سلطة الهيمنة ونظام الهيمنة فهذا صحيح منذ بداية الثورة أعلن بشكل واضح أننا نعارض الهيمنة وهيمنة أمريكا اليوم لا وجودة للاتحاد السوفيتي إلا أن أمريكا هي السباقة بين الدول الغربية وهي التي تقوم بكل شيء ويمكنكم أن تروا النتائج التي تحصل نتيجة لحروبها وللظلم الذي تمارسه وأيضا يمكنكم أن تشهدوا كيف أن هناك الكثير من الدول التي تخضع لضغوطها لذلك نحن قمنا بشكل واضح وصريح وسريع بالإعراب والإعلان عن معارضتنا الوضع الذي كان في السابق هو ذاته الوضع اليوم في ذلك اليوم كان هناك رغبة في الهجوم على أراضي إيران واليوم ببركة صمود الشعب الإيراني وبركة الحضور المقتدر للشعب الإيراني في شتى المجالات والصاحات لم يعد لديهم هذه الجرأة كي يقوموا بالهجوم على حدودنا ولكنهم قاموا بالالتفاف على هذه التوجهات أي الهجوم المباشر وقاموا بإجراءات أخرى ضدنا طبعا ما قلته طبعا حول أنه لم يكن هناك دول تواجه النظام السلطة الذي كان في السابق قبل الثورة كانت حركة عدم الانحياز ونحن قد انخرطنا فيها طبعا في حركة عدم الانحياز التي كانت تعارض نظام الهيمنة وفي ذلك الوقت كان هناك أكثر من مئة دولة في حركة عدم الانحياز وبين هذه الدول كان هناك دول خاضعة لسلطة الاتحاد السوفيتي وسلطة أمريكا أيضا البعض من تلك الدول كانت تطيع الأوامر خوفا خوفا من مدى توحش هاتين القوتين احدى الرؤساء الجمهورية في احدى جلسات حركة عدم الانحياز حيث قمت في ذلك الوقت بتقديمي أو ادلائي بخطاب قال لي أحد قادتي الدول أن كل الدول تخافوا من أمريكا ومن بينهم أنا لكن أنت لا تخافوا من أمريكا أجل كانوا يخافون من أمريكا لذلك الصوت الذي يجاهر بشكل صريح في معارضته لنظام السلطة والهيمن الذي كان قائما كان صوت الثورة الإسلامية ومركزه إيران في ذلك الوقت كنا نعارض واليوم ما زلنا نعارض هذا النظام الموضوع هو التالي أنه ينبغي أن ندرك منذ البداية أن الموضوع ليس موضوع حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطاقة النووية هذه كلها حجج وذرائح الموضوع هو أننا قمنا بترحي خطاب جديد ضد النظام نظام التفرقة السائد في العالم ونظام الهيمن هذا هو ما يحصل وهذا ما يحصل اليوم وهذا ما يعارضونه ولن يتوقف عن معارضته إلا حينما تقوم جمهورية إيران الإسلامية بقبول لغة القوة والخضوع للغة القوة التي يحاولون فرضها علينا طبعا قالوا أن إيران لديها ما يمكنها من أن تكون مؤثرة وهناك شيئان لدى إيران وخاصيتان لدى إيران تستطيع إيران من خلالهما أن تجتب الدول والشعوب نحوها بداية هناك جانب سياسي والجانب السياسي الذي يتمحور حول الصمود والوقوف أمام النظام الخاطئ وهذه الخاصية السياسية جعلت الشعوب التي تعارض دولها أن تتفق معنا وهذه الشعوب أصبحت ترى أن هناك دولة في العالم تعارض التدخل في شؤون الدول الأخرى وتعارض النظام القائم وأنتم تلاحظون كيف أن رؤساء جمهورية إيران الإسلامية عندما يسافرون إلى أي دولة أخرى يكون هناك استقبال جماهيري وحفاوة استقبال من قبل الجماهير لأنهم يكنون لهم الاعترام هذه الشعوب طبعا تكن لهم الاعترام لذلك هذه الخاصية السياسية هي كالتالي وإلى جانب الخاصية السياسية هناك الخاصية المعنوية الخاصية المعنوية وهي التركيز على الإيمان الإيمان بالدين والإيمان الإلهي أي الإيمان بالله وخاصة في خضم هذا العالم العالم المادي المعنوية حيث النفس والانتحار والانتحار بإذا أن الإيمان يزيل هذا الشعور وهذه هي الخاصية الثانية للثورة الإسلامية لذلك إنه أنه السبب للهجوم العسكري على أراضينا الذي انتهى بدفاع لثماني سنوات دفاع مقدس هو أن الجمهورية الإسلامية كانت تخيفهم والخطاب الجديد للجمهورية الإسلامية كان يثير غيظهم لذلك هجموا علينا واستمر هذا الهجوم لثماني سنوات هذا هو الموضوع الأول الذي كنت أود أن أطرحه منذ البداية وطبعا هناك مزيد من الأمور التي يمكن أن نوضحها وأيضا أصحاب القلم وأصحاب الفكر يمكنهم أن يكتبوا ويقودوا بشكل أكبر في هذا الموضوع ويقوموا بتبيان كافة جوانبه الموضوع الثاني أي التقرير التقرير عن حادثة وواقعة الحرب هناك تقريران أو هناك نموذجين هناك نموذجان من التقرير يمكن أن نقدمها عن الحرب النموذج الأول هو التقرير التوصيفي هو نوع منه التقارير الذي يتحدث عن شكل الحرب كيف بدأت كيف استمرت وإلى أين أفضت وكيف كان وضعه طرفي الحرب هذا نوع ونموذج من التقارير التوصيفي وهناك نموذج آخر وهو التقرير التبييني الذي يخوض في باطن وروح الحرب والجبهات ويوضحها لنا شباب اليوم هم في حاجة إلى المعرفة المعرفة وينبغي العمل على هذين النموذجين وأنا طبعا أتحدث هنا عن نقاط عريضة وخطوط عريضة ويجب العمل عليها وطبعا كان هناك الكثير من الخطوات الجيدة في هذا الإطار لكن ينبغي أن نقوم ببدل مزيد من الجهود إذن التقرير التوصيفي للحرب هو كالتالي أن هناك جيشا معتدن قام بالهجوم على أراضينا هناك جانب وطرف هو المهاجم كان لديه تجهيزات ومعدات متكاملة وكان لديه خطة محضرة من السابق سابقا حول الهجوم على أراضينا على عكسنا نحن الذين نتعرض للهجوم بشكل مفاجئ ولم يكن لدينا أي خطة حول هذا الموضوع وخاصة أننا كنا في بداية انتصار الثورة تجهيزات كاملة سازماندهيش منرزم الطرف المهاجم لديه كل المعدات التجهيزات الدعم الدعم المتواصل الذي كان في فترة الحرب ولديه خطة معدة مسبقا ولديه بنيه هندسية متكاملة ولديه خدرة على التواصل وأيضا كان لديه أسلحة أسلحة محدثة حيث أعطي لذلك الطرف أي جيش صدام أفضل المقاتلات وأفضل الأسلحة وأفضل الدبابات وأيضا فتحت خزائن الأموال له فكانوا يقدمون له المليارات دون أي حدود أمريكا شعوري أوروبا أمريكا أوروبا الاتحاد السوفيتي كانوا يواكبون صدام بشكل متواصل ويلعمونه كل ما كان يحتاجه كان يقدم له كانوا يقدمون له الأسلحة الأسلحة القديمة عفوا يقدمون له الأسلحة الجديدة عوضا عن القديمة وفرنسا قدمت له أفضل طائراتها وأفضل مقاتلاتها والحكومة الألمانية أعطته المواد الكيميائية التي يحتاجها الحكومة الأمريكية وبشكل مستمر كانت تقوم بتقديم التقارير عن مجريات الحرب بشكل ميداني وبشكل متواصل وأيضا السوفيتي كانوا يقدمون له المال وعلى أطراف الخليج الفارسي كان هناك كان هناك مسير وطريق تعبر منه الشحنات المحملة بكل المعدات والتجهيزات العسكرية التي يحتاجها الطرف المهاجم هذا كان وضعه وفي أحد التقارير قرأت أن صدام عدد طائراته ومقاتلاته بعد الحرب كان أعلى مما كان قبل الحرب مع أنه جرى إسقاط عدد من مقاتلاته ذلك يعني أن هناك دعما متواصلا كان يطلقاه هذا هو الطرف المهاجم أما في الجهة الأخرى كان هناك الطرف الذي جرأ الهجوم عليه أي نحن لم يكن لدينا الكثير من التجهيزات وكنا خاليء الوفاد ولم نكن نستطيع أن نستبدل ما يخرب من تجهيزاتنا في بداية الحرب كان هناك بعض الدبابات من الفرقة 92 هجم عليها الأعداء ولم نستطيع أن نحضر أي دبابات عوضا عنها ذهبت إلى الأهواز في ذلك الوقت وشاهدت كيف أن الفرقة 92 كان لديها ربما 16 دبابة في حين أنه كان ينبغي أن يكون عددها 50 إذن لم يكن لدينا عدد كافٍ من الدبابات والتجهيزات الهياكل الهياكل والمؤسسات القتالية مثلا كان فيها الكثير من النقص فمثلا من كانوا مثلا في الجيش لم يكن لديهم معرفة كافية بالأمور العسكرية الشهيد فلاحي على سبيل المثال كان يعلم بهذا الأمر فقبل الثورة لم يكن لجيش الكثير من الحركة وكانت عملياتهم محدودة وحتى الحرس الثوري حرس الثوري قبل الثورة لم يكن لديه مثل هذا التشكيل وكانوا يشكلون كتائب كتائب مؤلفة من 20 إلى 30 فردا وفي بعض الأحيان هذه الكتائب لم يكن لديها أسلحة فردية لهذه الدرجة لم يكن لديها أسلحة فردية تكفي للعناصر نحن كنا الطرف الذي تعرض للهجوم حسب الموازين المادية والعادية ما الذي كان ينبغي أن تفضي إليه هذه المعركة أن الطرف المهاجم كان ينبغي أن يقطع خزستان خلال عدة أسابيع ويصل إلى طهران لكن لم يحصل هذا هذه القوة التي لم يكن لديها قدرات بعد سنة من بداية الحرب استطاعت أن تقدم ملاحم وفتحات أن تلحق ضربات قاسمة بهذا الجيش الجيش المجهز الذي لديه كل هذا الدعم وكل هذا المال وفي النهاية بعد ثماني سنوات خرج هذا الجيش متأطئاً متأطئاً الرأس وخانعاً من أراضينا وحدودنا هذا هو توصيف الحرب خلال ثماني سنوات هذه هي الخلاصة طبعاً ما كان العامل الأساسي في هذا الانتصار وهذا التقدم أنتم تعلمونه الإيمان والجهاد وغيرها من الحوامل أما بالنسبة لي النموذج الثاني من التقرير أي التقرير التبيني في رأيه هو أهم في هذا النموذج من التقرير نقول إن هذه الحرب لم تكن فقط للدفاع عن أرض الوطن مع أن الدفاع عن أرض الوطن تعتبر قيمة لا شك ولا ريب فيها بيد أننا نتحدث هنا عن قيمة أسمى وأعلى وهي الدفاع عن الإسلام تطبيق حكم ودستور القرآن فهذه الحرب مضت في مسير حسب ما نعبر في الأدب الديني عنه ونقول الجهاد في سبيل الله فالدفاع المقدس كان جهادا في سبيل الله الدفاع المقدس هو الذي حفظ الثورة الإسلامية وحفظ وحفظ الشعب الإيراني عزيزا كريما وروج للروح المعنوية في بلدنا وبين ما هو الجوهر الحقيقي للإنسان بين الشباب الشباب الذين أنخرطوا في صفوف المواجهة تحولوا من أشخاص عاديين إلى أولياء ولي من أولياء الله أصبح كل شاب منهم والرجال الذين دخلوا إلى ساحة الحرب والذين كانوا ينظرون إلى المواضيع الدينية بنظرة بسيطة وعادية خرجوا من الحرب على غرار العارفين إمامنا الراحل الكبير كان عارفا بحق كان إنسانا رفيع الشأن وعندما يخاطب الكثير من الكبار كان يقول لهم قمتم بالعبادة لسبعين عاما وهو أمر جيد ولكن عليكم أن تذهبوا وتقرؤوا وصايا الشهداء أي الشباب الذين التحقوا بأجبها وقاموا بالجهاد لعدة سنوات وكانوا يحملون أرواحهم على أكفهم ويمضون في سبيل الله فالعبادة التي كان يقوم بها ذلك العارف لسبعين عاما كان يستطيع هذا الشاب أن يقوم بها هنا في هذه الحرب هذا هو الباطن والجوهر للدفاع المقدس الهدف الهدف أيضا كان الإسلام لذلك كانت الجبهة من أولها إلى آخرها عبارة عن مكان للتعبد وكل الأشخاص من مختلف مشاربهم وخلفياتهم كانوا ينخرطون في العبادة في هذه الحرب من ضابط الجيش الذي مثلا أنا عينت كيف أنه مثلا أحد ضباط الجيش وطبعا كان ضابطا يحظى بمكانة عالية وفي المساء كان يقرأ صلاة الليل قرب الدبابة هذا ضابط في الجيش إذن من صلاة الليل التي كان يقوم بها ويصليها ضابط في الجيش إلى مجالس التوسل المليئة بالروح المعنوية التي كان يقوم بها شباب التعبئة في مقارهم من الرجاء والالتماس والطلب الذي كان يقوم به أحد شباب الجيش لكي يلتحق بمجموعة الشهيد شمران الجهادية وطبعا في تلك الفترة كنت في بداية ذهب إلى منطقة الأهواز كان هناك ضابط وربما رتبته كانت نقيبا على ما أعتقد قال لي أود أن أطلب منك شيئا أعتقدت ربما أنه يريد أن يطلب مني أن يذهب إلى مدينته ويتابع عمله مثلا لكنه قال لي ما أطلبه هو أن هناك مجموعة لأشهيد شمران تذهب في المساء لإصطياد الدبابات وأنا أطلب منك أي يطلب مني أن أسمح عليه بالالتحار بتلك المجموعة كان رجلا في الأربعين أو الخمسين من عمره كان متأثرا بهؤلاء الشباب الشباب الذين كانوا يحيطون بشمران ويحملون قضائف الأربجي ويرمون بها الدبابات إلى جانب ذلك يمكن أن أشير إلى الفتيان الفتيان والمراهقين الذين كانوا يغيرون تاريخ ولادتهم في الهوية كي يصبحوا أكبر أو كي يقولوا أنهم أكبر سنا ويلتحقوا بالجبهات أيضا يمكن أن أشير إلى الصلاة الخاشعة والبكاء في منتصف الليل والناس الذين كانوا يخدمون المجاهدين يحضرون ملابسهم ويغسلونها ويقومون بتنظيف أحذيتهم هذه أمور ليست موجودة في أي جيش في العالم هي فقط خاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي اللحظات الأخيرة من عمره لم يكن يشرب الماء المجاهد لم يكن يشرب الماء لماذا؟ لأن صديقه في الجهاد قد استشهد عطشانا وهو لا يريد أن يشرب الماء وهذا ما شهدناه في الحرب وتحت وابل القصف يقوم مثلا أحد الشهداء بكتابة وصيته وفي وصيته يصيب التقييد بالحجاب انظروا إلى هذه الروح المعنوية والاهتمام بالشر وفي الإيمان والحكم الإسلامي في رأيي إن هذا النموذج من التقرير حول الحرب وهذه النظرة المختلفة إلى الحرب هي أهم من التقرير التوصيفي الذي يوصف الوقائع فقط هنا نشهد كيف كانت قدرة الله سبحانه وتعالى في نصرة هؤلاء المجاهدين وهنا يتضح أن الإرادة الإلهية إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده هنا تتحق أي أن عباد الله الصالحين يطلقون الدعم من الله طبعا هم يواجهون الكثير من الصعوبات في حرب الثماني سنوات كان هناك الكثير من الصعوبات والمشاق التي وجه الشعب الإيراني الأباء والأمهات والزوجات جميعهم واجهوا الكثير من الصعاب لكن الله بعد كل هذه الصعاب أعطاهم العزة والنصرة إذن هذين النموذجين ينبغي أن نعتمد ما في التقرير هناك البعض مما عاينوا وشاهدوا وعايشوا هذه الأحداث ينبغي أن يوضحوها ويبينوها وأيضا هناك مجموعة أخرى ينبغي أن يقوموا بعرض هذه الحرب في قوالب مثيرة وملفتة ومنتجات أيضا يمكن أن تشد انتباه على آخرين وهذا ما ذكرت في السابق نحن في هذه المجالات لا نقوم بالعمل المطلوب في مرحلة الثورة والحرب لو كان لدينا إمكانيات إعلامية لكان هناك المزيد من التقدم في بلدنا كان لدينا إمكانيات قليلة للإعلام واليوم أيضا ما زالت إمكانياتنا محدودة وينبغي أن نزيد من هذه الإمكانيات قدر الإمكانات هذا ما يتعلق بالدفاع المقدس واليوم هناك حادثة مشابهة تحصل في لبنان وفلسطين ما تشهدونه في لبنان وفلسطين هو على غرار ما جرى في الحرب المفروضة لدينا وهو أيضا جهاد في سبيل الله فهناك دولة إسلامية أي فلسطين يتم غصبها من قبل أخبث الكينات في العالم إذن الحكم الشرعي واضح هنا وقطعي وحاسم أنه ينبغي استعادة فلسطين أن يقوم المسلمون باستعادة فلسطين والمسجد الأقصى وإعادته إلى أهل هناك حركة إلهية تجري الشعب في فلسطين وفي غزة أبناء هذا الشعب الذين يقومون بالجهاد بكل معنى الكلمة هم يجاهدون في سبيل الله ومن يساعدونهم يساعدون على الجهاد في سبيل الله إن حزب الله في لبنان الذي انتفض دعما لغزة والآن يتعرض لهذه الأحداث المريرة أيضا هو يقوم بالجهاد في سبيل الله في هذه المعركة أيضا العدو الخبيث والكافر لديه أكثر التجهيزات والمعداد تقدما تدعمه أمريكا وتقول نحن لا نتدخل ولا علاقة لنا ولم نكن نعلم بأي شيء ولكنني أقول لكم هم يتدخلون ويعلمون وهم بحاجة لأن يحقق الكيان الصهيوني الانتصار إن الحكومة الحالية في أمريكا هي بحاجة أن تبين دعمها للكيان الصهيوني وأن تبين أنها شركة في انتصاره من أجل الانتخابات وطبعا هم بحاجة إلى أصوات المسلمين في أمريكا بالتالي يتظاهرون أنهم لا يقومون بالتدخل في حين أنهم يقومون بتسخير الإعلام العالمي والمال والتجهيزات والمعدات وفي الجهة الأخرى ليس لديهم عشر أعشار ما لدى الكيان الصهيوني من هذه المعدات بيد أنه في الجهة الأخرى نشهد كيف أن المنتصر هو مقاومة فلسطين وحزب الله وحتى اليوم هذا الانتصار هو في صالح حزب الله وقوى المقاومة السبب هو قتل الناس إن الكيان الصهيوني الخبيث لو كان يستطيع أن يهزم القوى المقاومة في غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان إذا ما كان قد استطاع أن يحقق هذا الانتصار لم يكن بحاجة إلى أن يبين عن هذا الوجه السيء والأسود له أمام كل شعوب العالم حيث يقوم بقتل الأطفال والنساء وتدمير المستشفيات ويقوم بكل هذه الجرائم وبما أنه لم يستطع أن يهزم قوى المقاومة وينتصر ضدها لم يكن أمامه حل سوى أن يتظاهر ويدعي أنه منتصر عبر ضرب المستشفيات والطرقات العامة واستهداف النساء والأطفال أجل يقومون بتنفيذ هذه الضربات وأيضا يقومون بقتل المؤثرين والقادة المؤثرين والفاعلين لدى حزب الله لكن مثل هذه الخسائر لن تهز حزب الله لأن الثبات في تنظيم حزب الله هو أكبر من أن يهز بهذه الضربات لديهم الكثير من القوة والثبات وهذا الثبات لا يمكن أن يهتز بفعل هذه الضربات طبعا عندما يكون هناك شهيد وخاصة عندما يكون من القادة الكبار فلا شك أنه يعتبر خسارة إذن لهذه الأسباب إلى اليوم هم منتصرون وبحول وقوة الله الانتصار الانتصار النهائي في هذه المعركة سوف يكون في صالح جبهة حزب الله وجبهة المقاومة أخرين أرز ومقاتلين من أجل يقدمون حيواتهم من أجل أن لا يستطيع العدو أن يثبت علمه في أرضنا ويقومون بكل هذه التضحيات الشباب المجاهدون أبكوا عائلاتهم وأسرهم حزنا عليهم من أجل أن لا يحصل مثل هذا الأمر ولا يمكن للشعب الإيراني أن يقبل أن مثل هذه الأعلام أعلام العدو بفعل بعض الأشخاص وبفعل بعض الجواسيس أن تصبح مرفوعة في أرضنا هذه الراية أو العلم راية النفوذ الثقافي والترويج لنمط الحياة لدى العدو وإثارة الشكوى الريب في قلوب شعوبنا لا ينبغي أن يكون لها مكان ولا ينبغي أن ترفع في دولتنا ينبغي أن نولي اهتماما بهذا الموضوع وتقع مسؤولية على الجميع هناك وزارة التربية والتعليم هيئة الإذاعة والتلفزيون وزارة العلوم وزارة الصحة وحيث يتم تربية كل الشباب ينبغي أن تولي جميع هذه الجهات اهتماما خاصا بهذا الموضوع هناك هناك في الميادين حيث نهزم عدونا لا ينبغي أن نسمح بأن يعود ويهزمنا هنا بهذه الطرق وبحول الله المتعال فإن كل مسؤولين وكل نشطائنا في المجالات المختلفة من خلال وعيهم الكامل أمام كل هذه الدسائس التي يحيكها العدو بعون الله سوف يقومون بما هو مطلوب وأشكركم على حسنة إذن مشاهدين سمعنا وإياكم إلى هذه الكلمة لمرشد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامناء والتي أخذها في شقين وتحدث فيها مع جمع من الرعيل في لقائه مع جمع من الرعيل الأول وناشطي دفاع المقدس والمقاومة في حسينية السيد الخميني في طهران طبعا توجه إلى الرعيل الأول وتحدث عن مواقفهم ومناقبهم ومن ثم انتقل للحديث عن الحرب الحالية والعدوان الذي يخوضه الاحتلال الإسرائيلي في كل من غزة واللبنان ربما أبرز ما جاء في هذه الكلمة حول هذا العدوان قال بأنه ينبغي على المسلمين استعادة فلسطين وإعادة المسجد الأقصى إلى أهله قال أيضا أن حزب الله في لبنان يجاهد في سبيل الله في انتفاضة دعما أو في انتفاضه دعما لغزة ولذلك يتعرض إليه وقال أيضا المنتصرة هي المقاومة في فلسطين وفي لبنان ولو كان الكيان الصهيوني يستطيع هزيمة المقاومة في غزة والضفة ولبنان لما ارتكب المجازر بحق المدنيين أمام العالم وقال بأن الإغتيالات لم تهز حزب الله لأن لديه من الثبات ما يجعله لا يهتز بفعل هذه الضربات إذن هذا أبرز ما جاء في الكلمة ربما نفصل أكثر حول هذه الكلمة مع الزميل مالك عابدة مرسلنا من طهران مالك نعم دينا كنا نستمع قبل قليل إلى كلمة سمحت السيد علي خامل قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران حيث كان قد تحدث أمام الرعيل الأول وأمام كبار قادة الجيش الإيراني وحرس الثورة من ضمنهم قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي وقائد هيئة الأركان المسلحة اللواء محمد باقري وأيضا قائد القوى الجوية في حرس الثورة العميد علي حاجزاد وأيضا قائد الجيش الإيراني حسين قائد الجيش الإيراني السيد موسوي بالإضافة إلى عدد كبير من القادة القدماء والحاليين في القوات المسلحة الإيرانية في كلمته التي استغلقت نحو ثلاث أربعة ساعة ركز سماحة السيد خامناء على الشقين الشق الأول هو الحرب التي تعامل إيران معها وكيفية نجاحها وصمودها أما بالنسبة إلى الشق الثاني دين فقد كان حول ما يجري من أحداث وتطورات على الساحتين في غزة في فلسطين المحتلة وأيضا في لبنان حيث أشار سماحة السيد خامناء إلى أن ما يجري اليوم في فلسطين يعتبر جهادا فلسطينيا خالصا وتاما وهو جهاد في سبيل الإسلام وعزة الإسلام ومن يساعد الفلسطينيين في هذا الجهاد هو مساعدة في سبيل الجهاد وهنا يتحدث كان ويخصص القول لحزب الله اللبناني الذي أكد السيد خامناء بأن هذا الحزب وهذه المقاومة الإسلامية قد فتحت عن صدرها أمام العدو من أجل الدفاع وإسناد القوى الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية على الرغم من تعرضها للمخاطر وعلى الرغم من تعرضها للضربات المتتالية ولكن هذا بالتأكيد إن دل على شيء حسب تعبير السيد خامناء فهو يدل على هزيمة كيانة الاحتلال الإسرائيلي حسب تعبير سيد خامناء إذا أردنا اليوم معرفة من هو المنتصر ومن هو الخاسر منذ بداية الحرب وحتى اليوم فبالتأكيد فإن الكفة ترجح بالنسبة للمقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية لماذا؟ لأن كيان الاحتلال الإسرائيلي لو أنه كان قادرا على استهداف المقاومين وعلى استهداف المقاومة والمقاومة وإضعافها لم اضطر إلى تقبيح سمعته نعم على الساحة الإقليمية والدولية عبر استهداف المدنيين وقتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ وتدمير البناء التحتية إذن كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد عجزه عن تحقيق أي انتصارات في الساحة في الميدان أمام قوى المقاومة في فلسطين ولبنان لجأ إلى استخدام القوى الحديدية وإلى استخدام القتل المدنيين وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية من أجل أن يقدم نصرا إلى مجتمعه ومن أجل أن يقدم نصرا ظاهريا وشكليا على أنه قام باستهداف المقاومة واستهداف الطرف الآخر بأيضا تحدث وأشار سيد خامنة إلى الدور الأمريكي وإلى الدعم والإسناد الأمريكي لما تقوم به إسرائيل من جرائم وإبادة جماعية سواء كان في فلسطين أو لبنان مشيرا إلى أن الأمريكيين يتظاهرون أو يقدمون أنفسهم على أنهم لا يعلمون بما تفعله إسرائيل أو ليست على التشاور مع إسرائيل ولكن هذا الكلام هو كلام غير صحيح لماذا؟ لأن الأمريكيين لديهم أسبابهم ومنها الانتخابات الأمريكية المقبلة وخوفهم أو حرصهم على الكتلة الإسلامية أو الجالية الإسلامية الموجودة في أمريكا من أجل المشاركة في الانتخابات وإلا فإن الأمريكيين يقومون بتقديم كافة أشكال الدعم إلى الإسرائيليين من أجل ارتكاب واستمرار المجازر أيضا أشار السيد خامنة إلى الاعتداءات الإسرائيلية التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر اغتيال بعض قادة من حزب الله في لبنان في الأيام الأخيرة الماضية السيد خامنة يأكد بأن هذه الاغتيالات لن تضعف حزب الله لماذا؟ لأن القدرة التنظيمية والشكل التنظيمي الذي يتمتع به المقاومة الإسلامية في لبنان ضخم وكبير جدا ولا يمكن أن يتأثر باستشهاد أحد القادة أو عدة قادة في قادة ميدانيين في ساحة المعركة والقتال شكرا جزيلا لك زميد مالك عابدة بكل حالات سنفصل في تفاصيل هذه الكلمة للسيد خامناء على رأس كل ساعة في فتراتنا الإخبارية وأيضا فترات التغطية شكرا جزيلا لك إذن نرقاكم على رأس الساعة مشاهدينا إلى اللقاء